طيب مجلس الوزراء النهاردة وافق على المخطط الاستراتيجي لمدينة حدائق العاصمة دكتور مصطفى مدبوري رئيس مجلس الوزراء ترأس اجتماع المجلس الاعلى للتخطيط والتنمية العمرانية بحضور مجموعة من السادة الوزراء والمسؤولين حيث وافق المجلس على المخطط الاستراتيجي العام لمدينة حدائق العاصمة التي تعد امتدادا عمرانيا لمدينة بدر حيث تقع على طريق القاهرة السويس باجمالي مساحة 33.8 من 10 الف فدان حوالي 34 الف فدان خضرة ما بين مدينة بدر وما بين العاصمة الادارية امتداد لمدينة بدر ومدخل للعاصمة الادارية المخطط للمدينة بتضمن كافة الخدمات اللي هتكون موجودة في المدينة مشروعات سكنية انشطة صناعية خدمات ترفيهية محاور مناطق خضرة عدد من الاستعمالات الاخرى المدينة بتستهدف استقطاب حوالي مليون نسمة بحلول عام 32 مدينة جديدة تضاف للمدن الجديدة الرائعة اللي مصر بتزودها كل يوم هتحاول استقطاب مليون نسمة بحلول عام 32 المدينة بتحظى بميزة القرب من العاصمة الادارية الجديدة وهو المشروع الحضاري الواعد وطبعا اللي هيبقى السكن قريب منه في حد ذاته بيساوي الكثير لانه هيبقى فيه هيبقى فيه مواصلات جيدة جدا ليه وهيبقى فيه خدمات وهيبقى فيه حاجات كتير ترفيهية ولطيفة